السلام عليكم ورحمة الله سبحانه وتعالى لقاكم الفيديو في حسن الحوال ورحبا بكم مع أخوكم سلوي نيوز فيديو جديد وموضوع جديد هذا الموضوع قد يكون تعلق بشركة إيجيس إيجيس هي الشركة الفرنسية العملاقة المتعاونة مع المكسب الوطني للسيكاك الحديدية في مجال القطارات الفائقة الصرعة وهي اللي شرفت لنا على الخط الفائق الصرعي الأول القنيطيرا طانجة ولكن قبل ما نهدره وعلاش وعلاش قد نهدره على إيجيس وشنو هذه الفرحة اللي عبر عليها المدير ديها الإيجيس بإفريقيا فلا بد من قد نشيره في مقدمة بسيطة إلى المكسب الوطني للسيكاك الحديدية والمشاريع دياله وكذلك إلى الأزمة الديبلوماسية ما بين المغرب وما بين فرنسا إذن خليكم وصبروا معنا اللي بغير تصبروا المهمة لأخوة أنا ما أقول لكم مويلو الفيديو عمر بالمعلومات هذا اللي قد نقول لكم إذن أيها الطيبون الكرام كما تستعرفون معنا المكسب الوطني للسيكاك الحديدية جيب لنا مشاريع ضخمة وكبيرة مواكبة للحدث الدولي والعالمي الذي سيعرفه المغرب وهو احتضان فعالية أسل العالم 2030 وفي هذا العطار المكسب الوطني للسيكاك الحديدية جيب لنا مشروع أو مشاريع ضخمة من أهم ربط جميع المطارات دي المملكة بالقطار ربط المونئ دي المملكة بالقطار يعني إيصال القطار إلى عشرين مدينة جديدة بحول سنة 2040 كذلك يعني الاشتغال على النقل السيكاكي الجهوي سواء بجهة الضر البيضاء وجهة الرباط والأمر المهم والذي يهمونا نحن جميعا وهو الخط الفائق الصرعة القنيطرة مراكش نمشي الآن إلى العلاقات المغربية الفرنسية كما يعلم الجميع ولما لا يعلم سيعلم معنا لأنه منذ سنة 2021 العلاقات الدبلوماسية المغربية الفرنسية عاشت على واقع الأزمة والجمود والدليل على ذلك أن المملكة المغربية رفضت في العديد من المرات استقبال الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون لماذا؟ لأنه للأسف الشديد فرنسا دائما تتلاعب بالكلمات والمغرب وصل لواحد المرحلة لأنه يريد أن يغلق ملف الوحدة الترابية والصحراء يريد أن نفضله معه ونسليه معه ونبدأ ونشتغله على نفسنا ونمشيه فيما هو مفيد لنا في التنمية والاقتصاد والعديد من الأمور لا تنعكس إيجاباً على المواطن وعلى المملكة المغربية كلياً فرنسا للأسف الشديد بقى دي ما تتشوف وتتلاعك وتتبغي تلعب من هنا ولهنا ولهنا لا هي لا إسبانيا إسبانيا عرفات الدرس واستوعبات الدرس وفعلاً خضعات وكما تنقلوا إحنا قالت فعلاً المغرب يعني الصحراء الصحراء هو والحل وبالحكم الداتي يعني مقصر حول مغرب هو الحل التي بل هنا صائب لهذا فك هذا المشكل فرنسا بقى 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 مؤخراً فرنسا اقتنعت وعرفات وبدأت تتظر تتعطي إشارات واضحة وتصريحة واضحة أن الحكم الداتي هو الحل لهذا الأزمة ولهذا المشكل وفرنسا مؤخراً بدأت تستثمر في مناطق الجنوب اللي كانت تقول فشحال هذه لا وما يمكنش وما يمكنش أصبحت الآن تستثمر وجيبت استثمرات ضخمة لمناطق جنوب المملكة المغربية إذن أيها الطيبون الكرام نمشيوا الآن ونشوفوا هاد إيجيس وشكون هاد إيجيس ولماذا عبر المدير دياله لفرعة إفريقيا عن الفرحة وعن يعني السعادة لانتهاء الأزمة الديبلوماسية بين المغرب وما بين باريز إيجيس غاي إيجيس راي الخوت هي شركة تابعة للمجموعة إيجيس بلتنقول مجموعة إيجيس يعني شركة كبيرة كما نقول هنا متخصصات ومتخصصة في هندسة السكك الحديدية وأنظمة النقل الحضاري وهما تشتغل على العديد من المشاريع بما في ذلك أنظمة السكك الحديدية سلامة السكك الحديدية معدات السكك الحديدية كذلك والجوانب البيني البيئية لمشروعات السكك الحديدية هات الشركة متواجدة في العديد من دول العالم متواجدة بإفريقيا متواجدة بأوكرانيا متواجدة ببولونيا متواجدة بروموانيا اشرفت على العديد من المشاريع الضخمة سواء في فرنسا لحد الساعة كذلك يعني في بريطانيا وكذلك هي التي اشرفت على مادة على المملكة العربية السعودية. وفي بريطانيا هم اللي شرفين على المفاعلات تحديد ويعني بناء مفاعلات نووية في بريطانيا. اذا ما هي او ما هو السبب ليدعاء ووصل يعني المدير ديال ايجيس فرع افريقيا باش يعبر على السعادة ديالو والارتياح ديالو. الناس اللي متبعين لشأن ديال المملكة المغربية تعرفوا لانه مؤخرا وزير المالي وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي لومير قام بزيارة الى المملكة المغربية. وفي خلال هذه الزيارة ديالو عبر على رغبة فرنسا في ان يكون عندها دور في ماذا في مشاريع الخطوط او الخطوط الفائقة السرعة التي تنوي المملكة المغربية بنائها وتشيدها سعدادا لفعاليات كأس العالم الفين وثلاثين. وهنا سيرجعوا لصحيفة لوموند الفرنسية. علاش؟ لانه هنا كان المدير التنفيذي او المدير ديال شركة ايجيس فرع افريقيا اللي هو ارنو ديبوجي اللي كان عبر فعلا على الفرح ديالو والسعادة ديالو والارتياح ديالو. يعاش؟ الارتياح ديالو عن هاد الزيارة وعن ما اصفرت عنه هاد الزيارة. وعبر كذلك عليه يعاش على الارتياح ديالو لعودة الدفء الى العلاقات الديبلوماسية المغربية الفرنسية. للاشارة ايجيس هي المتعامل الرئيسي مع المكسب الوطني السيك كالحديدية فيما يخص القطارات الفائقة السرعة. وهي اللي كانت اللي هو مشرفة على الخط الفائق السرعة ياش القنيطيرا طانجا. وعندما يقول يعني هاد المدير لقد تنفسنا السعادة اخيرا. اذا هذا كان تعبير مباشر واول مرة واول صريح لتعبره فعلا تقول على انه الازمة الدبلوماسية كان لها تأثير سلبي على الشركات الفرنسية التي تعمل بمن المكا المغربية. ما العلم على ان هاد الشركة ضل دائما هناك التعاون بينها وما بين المكسب الوطني السيكي الحديدية لان هاد المسائل هي مرتبطة بعقود تتكون طويلة وبالتزامات على كلا الطرفين. والدلال على ذلك انه في نومبر من سنة الفين واثنين وعشرين هاد الشركة ديال ايجيس كانت فعلا بدأت الدراسات ديالها من اجل الاشتغال على الخط السيككي التاني اللي هو الخط السيككي الفائق السرعة التاني الدار البيضاء مراكش. وكانت خرجات لنا ببالاغ غرسمي. تحدزت فيه على يعني الخط الاول والذي يعتبر اول خط فائق السرعة بالقرة الافريقية اللي هو خط القنيطرة طانجة. وعبرات كذلك وقات على انه المملكة المغربية تطمح الى تطوير شبكة ديالها شبكة الخطوط الفائقة السرعة. وتمديد هذا الخط يعني ما بين مدينة الدار البيضاء الى ان يصلها الى مدينة مراكش. انا هنتهدر معكم الان في سنة الفين واثنين وعشرين. وفعلاً يعني اعطات البرنامج وقات على انه هاد المشروع يكون مقسم على تسجيل الاشطور. القنيطرة عين سبع عين سبع. النواصر. النواصر مدينة مراكش. وان الدراسات. الاحساب هذه المسافات اللي كانين. الدراسات غادي تكون دراسات يعني كما تنقولوا ما تصغرقش واحدة لمدة زمانية طويلة. وعبرات على الفرح دياله والاستعداد لها انها غادي تكون بجانب المكتب الوطني للسكاك الحديدية. الخلاصة ايه الطيبون الكرم. هو انه دائما هناك تأثير يعني للعلاقات الدبلوماسية على يعني كما تنقولوا على الشركات او على الاقتصاد بصفات عامة. اذا الخلاصة الممكنين نقوله الان. لانه سننتظر ما الذي ستأتي به الايام المقبلة. لانه لحدود الساعة تحت بقي معارش كونية الشركة. لغاية تشرف على تمديد هذا الخط او انشاء الخط القناة طيراء مراكوش. سننتظر ما الذي سيجري خلال الاسبوع المقبلة عندما سيتم الاسابيع المقبلة. عندما سيتم فتح الاضريفة. ونشوفوشكون الشركة اللي غادي يرسل عليها العطاء. اذا ايه الطيبون الكرام. اتمنى من الله سبحانه وتعالى نجد لكم الفيديو في احسن الحوال. ودائما وابدا كما تعودتوا منا. اللهم اعزي الاسلام والمسلمين. الله مرحم الشهداء. الله محفظ دولة شعبنا وملكنا من كل سؤالنا من كل شر. اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يجد لكم الفيديو في احسن الحوال. واتمنى من الله ان اكون قد احسنت الشرح. واوصلت لكم مجموعة من المعطيات ومن المعلومات التي قد تهمكم. اذا تحياتي لكم. وفقكم الله. كان معكم اخوكم سلوين يوز من المملكة المغربية. تحياتي لكم.